اشتركوا في القناة بداية القصة غير نهايتها اطلاقا اصدقاء اثنين سعد وعلاء ما يتفارقون نهائين ويحبون طلعات البر وراح ااخد دور سعد انا بالقصة حتى اتفادئ انه كان سعد وحكي علاء انا سعد وصار فترة طويلة جدا ما طالع وقاعد بالبر او كاشد اشتري السيارة وجاي اصرف عليها وارتبها اريد اجهزها من جميع النواحي وتكون مهيئة للبر لان انا احب الصيد واحب الجلسات بالبر لوقات طويلة وشنت لما اروح ما ابات بالبر يعني غير ليلة وحدة وارجع لكن ان شاء الله اذا تهيئت السيارة ماتتي وصارت جاهزة اقوم اروح وابات ثلاثة ايام واربع تيام وكملت السيارة وجبتها من قراج التصليح وجيت وقريب ما وصل بها لبيت لقاني على ووقفني قال اخيرا راح نقدر نطلع للبر قلت لي مو اليوم ما نقدر اليوم ابتسم بوجه وقال لي لا وبدأ يحلفني ويقل لي اليوم نطلع قلت لي ما نلحق نطلع اليوم ابد قل لي ليش ما نلحق بعد وقت ودنيا الظهر واحنا خلي نطلع عالمغرب ظل يتفكر قلت لي ما ادري قال لا اذا هسا تطيني الوقت على مدجهز غراضنا اخذهن ويانا وكل شي علي انت عليك بس السيارة فرحان جدا بيك وبالسيارة وصدق لقيت مجهز كل شي وخابرني الساعة خمسة قلت لي ما اقدر لانا مناعس وتوني قاعد قال لي يلا خذلك شاور وانا راح انتظرك بالبيت تجيني على مدناخذ الغراض كل جبت كل شي ما خليت اي شي حراجني جدا قلت لي بس بعدي النوم ابعيني ماشي بعد نوم كفاية قال لي خلاص بكيفك بس ترا هي شي ازعل عليك بعدين قلت لي تمام راح اخش شاور واجيك دخلت للحمام وتقريبا مش الوقت علي وصارت الساعة بالستة ونص واحنا بعدنا ما متحركين وهو كل ساعة يتصل علي رحت علي للبيت وصعدنا الغراض اللي ناخذه ما امخلي شي ما جايبه انتبهت جايب غراض ما الواحد راح يبات ثلاثة ايام او اربع ايام ابتسم بوجهي وقل لي ايه روح مبات ثلاثة ايام السيارة وكملت وصار الناهواي ما رايحين قال لي اندليت مكان مطبيحي جميل جدا قلت لي من اللي دلاك بي قال لي رحت بي وفلان وفلان وهم مهم اصدقاني لكن ما متعودين الروح وياهم ناظرت وطلعت بوجهي وقلت لي انت خاين انت مو تقولاني ما اطلع بس وياك قال لحوا علي واخذوني المهم راح اوديك المكان وهم زين راح نوصل بالليل على مود مشوف الجمال ماته لان جمال الصبح بس اذا تنتبه علي راح تتعجب على هيج مكان المهم وصعدنا السيارة وبعدها توجهنا ولزمنا الخط وبعدين حرفت السيارة ودخلت بالصحراء وامشي وهو يوصف لي ويقول لي امشي بعد امشي بعد جنت امشي وطبانا بعمق بالصحراء مو طبيعي صار الظلام دامس واي ضوة ما اشوف نهائيا اصبعك ما تشوفه غير بس ضوة السيارة على ضوة السيارة من بعيد شفت شي غريب جدا وشكله مرعب خفت وبديت ابطه السرعة وماتي على قل شبيك امشي قلت لي جاي شوف اللي جاي شوفه انتبه ونظر بوجهه وظل يضحك ضحك قوي ويقول لي ادعس ما عليك قلت لي شا ادعس اخاف جن قلت امشي امشي انت ما عليك وبعدها ظل يضحك صحت بي وقلت لي انت ليه جاي تضحك قل لي هذا لا جن ولا شي هذا نيشان احنا مخلينا بالمكان على موت نندن لو من تيهي نهائين قلت لي شون نيشان المهم وصلت لي يمه لقية ثوب والثوب وصخ وحطين عودان مسوين على شكل رجل وواقف لمن شوي حركن الهواء يصير المرعبات كأنه رجل طاير بالهواء قلت لي اخي والله عدكم سوالف وهذا الثوب ما لمنه قال لي هذا الثوب ما لولس صديقنا هو جاي ياكل وقعت عليه اكل وما عرف شنو وقال هذا بعد ما ينغسل او نزعة لبس هدوم غيره جايب وياه هدوم عادية وحط الثوب على هذا الشكل وخلاه قال عمود المكان ما ننساها أبد طبعا من بعيد كانت جدا مرعبة اللي يشوفها ما عرف ش يصير بي قلت لعلى قلت له صورتها جن وواقف بالمكان صدق شكلها من بعيد مرعب رحت عليها عريدة واخرها لكن على ما قبل قال خليها قلت له خاف يجي واحد غيرنا ويشوفها من بعيد او شي ويتروع ويصير بي شي قال لي كل شي ما يصير بي عوفها على حطتها وصدق حطيناها وعفناها على حطتها ما لعبنا بيها نهايين ورحت آني تأكدت انه هي ثابته عدل بالأرض وقعدنا ونصبنا الغراض مارتنا كلها ونصبنا الخيمة والخيمة اللي سوناها تكون مجدودة بالسيارة يعني تترتب على السيارة ونقعد بيها وشعلنا نار وهاي الخيمة سوناها انه احنا ذلك عسنا ننام بيها لان كانت جو جميل جدا وحتى خيمة ما نحتاج لكن نصبناها للاحتياط وبدين نسوي اكل لان جوعانين جدا المشكلة مهنانة المشكلة انه الاكل ما كمل الا الساعة عشرة واني قمت اريد اصب الاكل شفت افع لونها اصفر قريبة من عندنا اول ما شفتها رحت ارقض عليها والاغرب بالامر ما تحركت ولا نهزمت من عندي كانت شبيرة ولا بيس بيها واعرفيك نوع من الافاعي يكون سام انه من وصلت يمها كانت مسالمة وما تريد هاجمني ابد ضربتها بهذا اللي يصبون بي الاكل المغراف او ما عرف شا سامونه بلهجتكم واول ما ضربتها اللي صار بيها طلع من عندها صوت عالي وبعدها ما عرف وين اختفت وراحت وعلاء كان ما منتبه علي لان كان يرتب بالمكان اللي راح ناكل بيه واول ما شاف هيك اجي يرقض علي وقل لي شنو سويت وهذا الصوت شنو قلت له ضربت افع وما عرف وين اختفت ركضت على السيارة وجبت مصباح يده وبديت ادور عليها واشوف اثارها الاغرب بالامر ما شفت مثلا بالعرض دم او شي مع العلم متأكد ضربتها ضربة قوية وكانت الضربة على راسها بعدها علاءة قل لي شلون هيك تسور انت سميت نذرتها قلت له ليش قل لي اهتمال تطلع من الجن ليش تا ما تعرف هاي الاشياء هنا انا اذكرت صح ما يصير انا مباشرة اجي واضربها ضليه الصاف وشوية وقلت له لا ما اكو لا جن ولا شي يلا يلا كمل كمل شغلك وراح هو وبديت انا اصب بالاكل شنو انت مدنق وما منتبه وحنا خلينا الاكل وباوعنا المكان اللي قدامنا عبارة عن اضوية صغار العدد مالها لا يعد ولا يحصى عدد شبير جدا ومخيف ومرعب وكانوا يتكلمون بصوت مخيف جدا ولغة غير مفهومة ابد للبشر وصوتهم كلها معرف الشون كأنه شخص صوتها مبحوح فتشي مرعب بذاك الوقت اول ما شفت هيكي قلت لعلا قوم نطلع من هذا المكان الله يهديك جايبنا بمكان متروز جن وبديت اقرب آية الكرسي وكان وهم تارسين المكان وشنت كل ما ندار باتجاه هلقاهم موجودين قدام بشكلهم المخيف والمرعب بصر على ممين الغراض وغادرنا المكان حتى عفنا الاكل بعده محطوط على الارضية ما شنا ولا ايش لأن نصب وماكو ايش نغطي ولا هاي تركناه بمكانه وعفناه ومشينا بذلك الوقت ظليت امشي مثل الشخص اللي ماعرف شبيه احس حرارة جسمي مرتفعة وبنفس الوقت دايخ وما جاي اركز بالسياغة مباشرة على قال لي قال لي سعد شبيك بيكشي اشوف انت عبالك مو على بعضك اشوفك تدنق واشوفك تتلفت ولما احاشيك ما جاي ترد علي قلت لي لا بس مادرش بيه قال لي اوكي انزل من السيارة خلياني اقود بمكانك وقفت السيارة مباشرة ونزلت وهو قام يقود بمكاني وبدأ يمشي لحد ما وصلني للبيت مان وشنت انا بذاك الوقت دايخ وراسي واجعني واي شي اشوفه قدامي اشوفه اثنين يعني مثلا عامود مال كهرباء اشوفه اثنين كل شي اشوفه اثنين وتعبون وكان بذاك الوقت علاء بس يسولف يقل لي شفت الجن الموجودين يشفت عددهم همزين ما اذونه همزين ما خطفونه همزين ما ضربونه يتكلم يتكلم ومره واحدة صرخت قلت له كافي اسكت ما اتحمل اسمح صوت بعدها وصلني الباب البيت مان وعاف السيارة ونزل قفلها وانطاني روح ماشي راح لهناك والبيتهم ورجع اتصل علي لما اتصل علي انا كنت واقف من السيارة وما تحركت مع العلم هو تقريبا عشر دقائق او خمسة عشر دقيقة يلا يوصل للبيت سعني قل انت وين قلت له انا بالشارع قل ليش ما تب بيت قل لمادري قل ادخل للبيت وشوف احد يقرع علي قرآن احتمال انت نمسيت سديت التليفون وبوجه ودخلت للبيت لقيت اهلي كلهم نايمين ورحت لغرفتي مباشرة وحطيت راسي على المخدة وبديت افكر بالموضوع وشنو اللي صار وانا هاي الافعال اللي ضربته شنو وهذا الصوت شنو ذول اشكالهم منو وليش عيونهم وليش ما تقربوا علينا وليش ما أذونا وليش خلونا نطلع من ذاك المكان اذا انا اذيت واحد من عدهم وبين ما انا جاي افكر مباشرة انسهت عيني وغفيت وما صحيت غير الصبح لما انصحيت الصبح كانت الوضعية طبيعية وانا حتى نفسيتي طبيعية ومرتاحة وما كو اي شي ومباشرتين خابرني على في سبيل يتطمن عليه حشيت يا طبيعي قال لي البرح خوفتني شنة ناسي جميع الاحداث ناسيهن مو تماما لكن اذكر منهن شي طفيذ جدا وقليل قال لي شنو رايك اعجيك والروح على شيخ محمد قلت لي ليش قال يقرأ عليك على مو تتأكد انه انت ما بيك شي بالبداية رفضت قلت لي لشان ممسوس لشان كذا قال لي للتأكيد وحتى انا يخليه يقرأ علي وخدنا السيارة وطلعنا طلعنا رحنا لهذا الشيخ محمد وهو كان ابو احد اصدقاني ورحنا علي وسؤلف نال اللي صار ويانا وبدأ يقرأ علي قرآن وقال ما عدكم غير العافية وما بيكم اي شي لامس ولا اي شي لكن لما تروحون المكان وتنزلون به راع المخلوقات اللي خلقها رب العالمين لا تأذون نهايين حتى ذلك قيته شجر او اي شي ثاني لا تسهول اي شي ما يصير اذا انتم ما تستفادون منه وشي لا تشلعونه وتشمروه بدأ يعطينا بعض النصائح وبعدها عفنا وطلعنا عفنا وطلعنا ويمكن فترة اسبوع كامل او اكثر كان على مشغوله وكل ما اقول لي يقول لي ما اروح ما اطلع وش انتم مقرر انه واني اروح للبر وعد شهر كامل واحنا ما طالعين لو اني عندي شغل لو على عنده شغل وبيوم من الايام صار عندنا يوم متوافق انه احنا نقدر نطلع به وهالمرة يقولنا نروح نكشت بمكاننا القديم وهذا المكان القديم من زمان شننا نروح له وقريب على الشارع يعني مو بعيد بعمق بالصحراء مثل ذاك مباشرة اتفقنا بهذا اليوم واخذنا غراض ماء كلها وقررنا نروح من وقت وحنا هناك كانت تقريبا الساعة بالثنتين وهناك وصلنا ونزلنا وهيئنا المكان كله وهذا المكان اللي جاي حتيكم عليه مكاننا القديم مكان مريح جدا وحلو وصير قريب على الشارع يعني بس تمشي شوية توصل للشارع لكن إذا أنت كنت قاعد وجالس وما رح تشوف الشارع نهائيا لكن تشوف الأضواء مال السيارات من بعيد مكان جميل جدا وأنا متعود أروح إلي المهم وقلت لكم وصلنا هناك تقريبا الظهر وجهزنا لقعدة مارتنا وكل الغراض ولما صار الدنيا المغرب شبينا النار واختلط علينا الظلام وسوينا أكل والساعة بالتسعة كملنا الأكل ماني وكفونا كل الغراض وقاعدين وجاي نسولفان ويا ونشرب قهوة والوضعية طبيعية جدا بدين نحس أنه أكو أحد يتحرك بالمكان وواحد يقول لله جاي تحس بالصوت وواحد يقول لي أحس وواحد يقول لا ما أحس جنت آني لحظة أحس أنه صح أكو شخص ولحظة قلنا لا ماكو إشي وهو يحلف يقول شخص مار من يمي أو شخص قريب جدا من عدنا ما جاي تسمع صوت خطواته قلت لعلا ماكو شي ولا تخوف ولا تظل تسوي هي الشغلات وتذكرهم لأن على ذكرهم يحضرون أترك هذا الموضوع سكتنا نيو ثميناتنا وبيدينا نغير الموضوع كان يقول شرايك نشغل أغاني هنا رجعنا مرة ثانية قلت لشغل أغاني شلون قال احنا جايين نتونس خلص مدر شنو فلها فتح التليفون مات وشغل أغنية هو يحبه والوضعية طبيعية وصوت التليفون بالصحراء يضيع لأن الصحراء مفتوحة وصوت التليفون يكون جدا ناصي وعلا كان ملتي كل سع يطلع أغنية شكل واني نعست ومددد بمكاني وشن مسوين قاعدة على الشكل حرف L بالانجليزي واني مددت على هاي الصفحة وكان على قاعد تقريبا قريب يامراسي قلت لعلا لو تنص تليفون لو شوي تروح بعيد عني راح بعيد عني وظل قاعد يقلب بالفيديو هذو المكان اللي قاعدين بي يطلع أغنية وريد أنهام مو أقدر قلت لعلا يا أخي طفوا تليفونك كافي أنا قلت لطفوا تليفونك كافي كان تجي حجارة شبيرة جدا ووقعت بنص النار طبعا النار كانت جمر وتجي بي حجارة اتشرت عليه حرقة ثياب نا وحرقة المكان اللي جالسيين بي ثنيناتنا ظلينا مفزوعين من الأمر اللي صار ونظرت من بعيد شفت شخص واقف كان غريب جدا وشكله ما عرف شونه ضخم وطويل الطول ماته مو طبيعي وهو اللي جاي يشمر علينا الاحجار لأن لما نتبهنا عليه يشمر علينا احجار ثانية وجدتي بالسيارة والاحجار اللي يشمر ها كبيرة جدا لملمنا الغراض بسرعة والاحجار بعده مستمر قلت راح اطلع وذا رب العالمين نجاني هاي المرة وطلعت من أنا سليم وما راح ارجع عكشة مرة ثانية نهائين اللي صار بعدها قال مفكرين انتوا راح تنهزمون من عندي انا اقدر اجيكم لبيوتكم هذا الكلام وبدأ ينادي باسمانة غريب جدا ومرعب النوبة أنا جاي يدير بالسيارة اريدها تشتغل ما اعرف شبيها وما اعرف شن اللي حصل لها سيارة صارف عليها فلوس والسيارة ما تعطل عبد ليش يصار بيها ما ادري ضلت ادير عليها مرتين وثلاثة والحمد الله اشتغلت واول ما اشتغلت دعست بكل ما عندي قوة وظلت السيارة تمشي بسرعة مطبيعية وشنت اشوفها يركض ورانا وقريب جدا يعني سرعته موازية بسرعة السيارة وشنت ما اشوف ملامحة جيد لان كانت يعني دنيا الليل وما اشوف من عنده شي غير على الاضوية اللي موجودة بالسيارة السيارة كانت مزودة باضوية هواي مثل ما قلت لكم كانت محيئة للصحاري وشنت امشي كل سرعتي في سبيل بس اوصل الشارع الرئيسي المشكلة قام يظهر قدامي ويخليني غصبا ما علي اخلي السيارة تنحرف على بذاك الوقت ضد صامت وما يعرف اش يحتي او يتكلم يقولي اول مرة اشوف هيشي اشكال كانوا متجزدين على شكي البشر لكن اشكالهم مختلفة عن البشر العاديين ضخمين وطوال وظليت كل ساي يظهر قدامي شخص او مثل ويصير شي الحد ما انحرفت ورجعت مرة ثانية للصحراء قدت رح اخذ لفة واطلع من غير مكان وهنان اختفوا لكن اسمع صوت موجود بالسيارة كأنه شخص شايل يعني حديدة وقاعد لي وراه ويضرب بيه كان الصوت كل ساعة يطلع لكن ما وقفت ولا شفت لان عرفت هاي على عيبهم ظليت مستمر بالمشي وبعدها الوجه او شي ظهر عندي على المراية ما لسا يقلي بصفي وانا كنت منتبه عليها ما عرف اللي صار به انفزعت جدا ومباشرة ما عرف اللي صار المهم حسيت ان السيارة انقلبت صاعدت احد الكثبان الرملية وما قدرت خلي السيارة توازن وانقلبت وول ما انقلبت صارت يعني تايرات هاي اللي فوق وهاي شي اعدلها السيارة ثقيلة وشن هانو علاء بداخلها اكلم علاء ما يحكي ولا كلمة مباشرة قدرت اطلع من السيارة ورحت منها كحاولت اجر علاء واطلع طلعت علاء كانت هاي اسوأ يوم بحياتي يوم مرعب جدا ومخيف وشنت حاير بعلاء والحصل اقول لعلاء اش بيه تكلمني علاء علاء وكان علاء مايردلي نهايين ومرة وحدة حسيت انه كشخص وراي كان يقل لي قوم ووقف صاحبك ما راح يقعد صديقه تلبس بجسدي وعافه نايم لازم ناخذك ظلي يتكلموا ياه هيتش وانا رجع لي ورا وقل لي انت منو وليش تأخذني بعدها حسيت نفسي انه اصطدمت بشي واول ما افتريت وراي شفت وجه بشع من البشاعة ماتت مباشرة انغم علي ولما انغم علي معرف اللي صار حسيت نفسي هان مكان وعالم ثاني اخذوني المكان يمشون وشانو يرددون ابصوت عالي موحد بلغة غير مفهومة هناك اللي صار وقفوني قدام مثل جبل والجبل هذا شكله يعني معرف شون وظهر شخص من هذا الجبل ضخم جدا وقال هو هذا اللي ضرب بحي الكلام هذا اتأخرته واي يلا جبته وعلى الشي اللي جاي يشوفه قدامي قدتاني اكيد جاي يحلم وهذا الشي مو الى صحة نهايين بعدها قل لهم وين اللي ضربه اجا شخص ضعيف جدا وطويل قال له هاني كان شكله مخيف ومرحب قال له شي عجبك نسوي بي قال له نخفيه وبعد ما نخلي يرجع الاهله وبدأ كل واحد ينتقرار من عنده بعدها ظهر شخص ثاني من وراء الجبل وقال لا هذا الشي مو عادل ينضرب نفس ما ضرب يعني ما جاي يعرف الشي قصدون حتيت بصوت خافت وناصي واحد قال لي انت لا تتكلم وواحد قال لي لا اتكلم قلت له انا ما ضربت اي احد وانتو منهم ذاك الوقت ما عرف اللي اللي صاير بيه احس نفسي انه انا بحلم وجاي اتكلم وجاي اتحاور ويه ناس ما عرف وشون جابوني لهذا المكان ما اتذكر ان السيارة انقلبت بنا وخليت حتى على بره انا طلعت من عده المهم وبعد ما كل واحد انت قرار شي سوون بيه قلت له ما انا ما ضربت احد ذكرني قل لي انت اليوم الفلاني بالساعة الفلانية انت سويت هيج وذكر لي لما ضربت الافعة وضربتها بهيج شال وهس رح تنضرب بنفسه اذا متت متت واذا ظليت عايش ظليت عايش وهو هذا القصاص لك ومباشرة حسيت انه انا ضربت بحاجة على راسي وحسيت انه راسي يعني تقدرون يخلع من مكانه من شدة الضربة محقولة انا ضربت كانت هيج قوية بعدها سقطت على عرب وما صحيت الا تقريبا على وجه الفجر وشان علاي صح بي ويقول لي اقعد شن اللي صاير لك وشان الدم مال تتارس المكان همزين ما ميت نازف هوية ولقيت احاط جوا راسي قطعة مال قماش والمكان اللي جوا يكل من نقع وما عرف حالتي حالة سألت لك شن اللي صار قال السيارة انحرفت بينه وانت جاي تمشي سريع وانقلبت بعدها قمت تذكر لحدات وسألت لها قتلا انا طلعتك لان علاجان يسألني ويقل لي من اللي اجي وطلعنا من السيارة اذا انت مغمي عليك وان مغمي علي سألت لشي اللي صار وقت لك وك صار ويا وهي الضربة هي ما صدق بي لكن كل واحد اسألت بسبب احتمال تقدر تنضرب من قدام اوكي بس تنضرب من راسك من وراء وتعديدا من مكان الرقبة هذا شي جدا مستحيل وما عرفاني كنت احلم او اني بحقيقة واللي اعرف رحت للمستشفى وما قدروا يخيطوها قال مرت عليها ساعات عديدة جدا وما رحت تتخيب وبدأ ينطوني علاجات ولزقات الزكه ورحت الشيخ حشيت لي على كل شي حشيت لي على كل شي وقال لي احتمال اصير هاي الاشياء عند الجن والله اعلم وبدأ يقرأ علي يقران ويرقيني وقمت اروح لبشكل يومي لان خايف من الموضوع اللي حصل وياي وحتى السيارة بعتها وقلت بعد ما اروح للبر نهائيا ولا عتب على هذا اللي صار وياي حتى اصدقائي مني عزموني وما اطلع نهنانة وتنتهي قصتنا انا مجرد راوي للقصة احب اخذ الدور بها للشخص اللي داخل جديد وما يعرف يعني القصص ما تحدث وياي واكو قصص اصحابها ما ينطوني الاماكن اللي صارت بيها واكو ناس ينطوني الاماكن لكن انا ما اذكرها لان مثلا اذا اكو دولة اذكر بيها السحر او اذكر بيها كلام انا اعتبرها هاي اساءة للدولة فما احتي نهائيا اذا كانت دولة العراق راح اتكلم لان انا راح اعرف شون احتي بس اذا غير دولة مستحيل اذكر هاي الاشياء في سبيل اتفاد الانتقادات الووم تجي هذا الشي ما بي وهذا كذا وهذا كذا اتمنى انه انتم فهمتوني وسطتكم الفكرة وانتظروني غدا بقصة جديدة تطلع بالله حليك اذا تشنت ما مشترك اشترك بالقناة واذا تشنت ما حط لايك حط لايك على مدى اقدر استمر وانشر بشكل يومي وحفظنا الله وياكم من شياطين الانس والجن وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله